خاصية التجميع ما هي خاصية التجميع؟ مجموع ثلاثة أعداد إذن يجب أن يكون لدينا ثلاثة أعداد أو ناتج ضربهما لا يتغير بتغيير العددان اللذان نبدأ بهما لنوضح ذلك ألف زائد با زائد جيم ثلاثة أعداد إذا جمعنا بداية العدد الأول والثاني وجمعنا الناتج مع العدد الثالث فإن ناتج هذا الجم يساوي ناتج جم العددان الثاني والثالث مع العدد الأول وكذلك بالنسبة لعملية الضرب عند ضرب العددان الأول والثاني وضرب الناتج في العدد الثالث يساوي دائماً ناتج ضرب العددان الثاني والثالث في العدد الأول ننتقل الآن إلى خاصية العنصر المحايد ماذا تقول خاصية العنصر المحايد؟ مجموع أي عدد والصفر يساوي دائماً العدد نفسه لأن الصفر هو العنصر المحايد الجمعي ولا يؤثر على ناتج عملية الجمع بالنسبة للضرب فإن ناتج ضرب أي عدد في واحد أيضاً نحصل على العدد نفسه أي أن الواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب ولا يؤثر في الناتج ولا يتغير العدد للتوضيح أكثر ألف زائداً صفر فإن الناتج دائماً ألف ألف ضرب واحد الناتج دائماً أيضاً ألف والآن أعزاء الطلبة سنوضح هذه الخصائص من خلال الأمثلة أوجد ناتج ضرب أربعة في إثنى عشر في خمسة وعشرون ذهنياً وعلل كل خطوة من خطوات الحل ما المقصود أعزاء الطلبة بذهنياً؟ ذهنياً أي أننا نقوم بإجراء العملية بأسرع طريقة ممكنة باستخدام الطرق الدهنية التي تم دراستها سابقاً وبتطبيق الخصائص السابق ذكرها هل من السهل إجراء ناتج عملية ضرب أربعة في إثنى عشر؟ لا إثنى عشر في خمسة وعشرون؟ لا هناك طريقة سهلة ما هما العددان اللذان ناتج ضربهما مئة؟ هما أربعة وخمسة وعشرون إذن أريد أن أحصل على مئة لأن المئة سهلة في عملية الضرب كيف سنحصل عليها؟ تابعوا معي أولاً سنقوم باستخدام خاصية الإبدال لعملية الضرب ماذا فعلنا؟ قمنا بتغيير مكان العددين إثنى عشر في خمسة وعشرون أصبحت خمسة وعشرون في إثنى عشر الآن حصلنا على العددين أربعة في خمسة وعشرون بجانب بعض ناتج ضربهما هو مئة المئة مضروبة في إثنى عشر هي ألف ومئتان فأصبحت العملية أسهل باستخدام خصائص العمليات ننتقل أعزاء الطلبة إلى تدريب أرجو أن تكونوا مستعدين لحل هذا التدريب أوجد ناتج ضرب أربعين في سبعة ضرب خمسة بين القوسين ذهنياً وعلل كل خطوة من خطوات الحل لديكم أعزاء الطلبة دقيقة واحدة للتفكير في الحل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة احسنتم أعزاء الطلبة بارك الله فيكم أتمنى أن تكون محاولاتكم كلها صحيحة الآن ننتقل لحل هذا التدريب وأرجو أن تقوموا بمتابعة الحل للتأكد من صحة إجاباتكم أربعين ضرب حاصل ضرب سبعة في خمسة ما هو الأسهل؟ أن أضرب أربعين في سبعة أم أضرب الأربعين في خمسة؟ إذن الأسهل هو كتابة أو ضرب الأربعين في خمسة إذن سأعيد كتابة العبارة هذه باستخدام خاصية الإبدال وسأغير مكان العددين سبعة في خمسة إلى خمسة في سبعة الآن باستخدام خاصية التجميع سأجري عملية الضرب للعددان الأول والثاني أولا ثم أضرب الناتج في سبعة ناتج ضرب أربعين في خمسة هو مئتان في سبعة هي ألف وأربع ماء أحسنتم أعزاء الطلبة شكراً لكل من أجاب إجابة صحيحة ننتقل إلى مثال آخر لتوضيح الخواص في عملية الجمع أوجد ناتج جمع تسعة وثمانون زائداً خمسة عشر زائداً واحد ذهنياً وعلل كل خطوة من خطوات الحل فكروا معي أعزاء الطلبة أيهما أسهل أن أوجد ناتج جمع تسعة وثمانون زائداً خمسة عشر أم تسعة وثمانون زائداً واحد أكيد زائداً واحد أسهل إذن سنستخدم الخواص لتغيير مكان العددين كما هو مبين استخدمنا خاصية الإبدال في تغيير مكان العددين تسعة وثمانون زائداً خمسة عشر أصبحت خمسة عشر زائد تسعة وثمانون سنقوم الآن باستخدام خاصية التجميع لماذا؟ لأن إيجاد ناتج جمع تسعة وثمانون زائداً واحد أسهل إذن الناتج هو تسعون زائداً خمسة عشر والناتج النهائي هو بعد الجمع مئة وخمسة جاء دوركم أعزائي الطلبة إليكم هذا التدريب أوجد ناتج جمع أربعة وأربعون زائد ثلاثة وعشرون زائداً ستة عشر ذهنياً وعلل كل خطوة من خطوات الحل لديكم دقيقة واحدة للتفكير في الحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أبدعتم أعزائي الطلبة أرجو أن تكون محاولاتكم كلها صحيحة الآن سنقوم بحل هذا التدريب وأرجو أن تتابعوا معي الحل الصحيح لاحظوا معي أعزائي الطلبة أن ناتج جمع أربعة وأربعون زائد ستة عشر أسهل من ناتج جمع أربعة وأربعون زائداً ثلاثة وعشرون أو ناتج جمع ثلاثة وعشرون زائد ستة عشر إذن أنا أريد أن أجمع أربع وأربعون مع الستة عشر كيف أقوم بذلك؟ أولاً نستخدم خاصية الإبدال لتغيير مكان العددين ثلاثة وعشرون زائد ستة عشر أصبحت ستة عشر زائداً ثلاثة وعشرون باستخدام خاصية الإبدال ثم سنقوم باستخدام خاصية التجميع لحساب ناتج أربع وأربعون زائد ستة عشر في البداية إذن ناتج الجمع هو ستون زائداً ثلاثة وعشرون الناتج النهائي هو ثلاثة وثمانون شكراً لكل من أجاب إجابة صحيحة أعزائي الطلبة لمزيد من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي صفحة ثلاثة وثلاثون شكراً لحسن انتباهكم وأصغائكم لدرس اليوم ونلقاكم في درس جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر